النهاردة التشكيل إلى حد ما يبدو يبدو يعني مش عايب بقى مجبر هو على ده أو يعني طبعا غياب أكرم وفاتوح هيأصل بشكل كبير فالتشكيل النهاردة هيكون شناوي قدام وحجازي والوينش وعلى الطرفين أيمن أشرف شمال وعمر كمال عبدالواحد يمين في النص الملعب هيكون عمر السلية وهيكون مع عبدالله السعيد والنني وهيبقى قدام مرموش على الشمال وصلاحة اليمين ومصطفى محمد رصحر أتمنى أنه ده يكون التشكيل السليم والتضبط في سلمة الملحة ده مش رأي يعني ده معلومة ده تم التشكيل اللي تم الإعلان عنه في يعني حاطة يعني مصطفى محمد خلاص يلعب فرود وصلاح مكانه وعبدالله السعيد يعني أنا أتمنى ده إلا لو بيخدع هو غنيا بتسوي هيفاجئهم بحاجة تانية وبيخدعنا معاهم بالظبط كده لا يعني التشكيل كده أعتقد يعني في لأ هتشوف أداء النهاردة بالتأكيد لأنه منتخب مصر بتأكيد كان فيه تجميع الفترة الفاتت ويعني معلوماتي أنه صلاح وحجازي ولعب الكبار اجتمعوا باللعبين الفترة الفاتت أو بعد مباراة نيجرية تحديدا وكان فيه كلام كتير جدا أنه مش ده منتخب مصر وأن الأداء لازم يتحسل عن كده والنتائج طبعا لأن خسارة النهاردة لقدر الله هتبعدنا عن البطولة تماما فأعتقد أن الروح أداء أو أداء منتخب مصر متوقف على يعني الروح لعبة أداء مصر النهاردة وأداءهم داخل الملعب التشكيل بالتأكيد حيفرق كتير عمر السلاية إن شاء الله يعني عودته النهاردة تفرق كتير في وسط الملعب أنني مع حمد فتح المباراة اللي فاتت مش أقول الضغط كان عليم كبير جدا أثناء المباراة ولكن زي ما قلت لك أنه التشكيل الخاطئ وتوظيف اللعبين الخاطئ أدى إلى الاستحواز الكبير جدا جدا لمنتخب نيجرية في المباراة السابقة أنا نيني بالنسبة لي مع المنتخب علامة ستفهم كبير قوي شوف يعني في لعبين وتحديدا لعبين المحترفين يعني لو كلمنا عن نيني كلمنا عن أحمد المحمدي قبل كده كوكا مثلا أداءهم مع فرقهم فارق كتير جدا جدا عن أداءهم مع المنتخب مصر أهل ده الأجواء طريقة اللعب اللعبين اللي بيبقوا مشاركين معهم في فرقهم يعني توظيفها أو تفسيرها عندي أعتقد أنه هو ده الطبيعي بالنسبة لهم ولكن الحقيقة في لعبين بفروا كتير جدا جدا مع المتخب مصر أنا أحجازي مثلا أحترف بره وأداءه مع المتخب مصر جيد صلاح على مستوى الأهداف وإحرازها مع المتخب مصر ماشي بشكل جيد رغم أن في بعض المبارات بيبقى مختفي تماما شايف أنه في بعض اللعبين استبعادهم من منتخب مصر في بعض الفترات بيقدوش كتير زي كوكا مثلا أنا شايفه أنه قرار سليم جدا جدا لأنه ما بيقديش بشكل جيد تماما مع منتخب مصر أحمد المحمدي قاعد سنوات طويلة جدا أحمد لو فاكر مع منتخب مصر أعتقد سبع ثمان نواسم أو سنين بيؤدي مع منتخب مصر وبيلعب وبيشارك ولكن ما كانتش فيه المردود الجيد يعني يعني أعتقد أن الأجواء بره مختلفة أو أجواء في الفرق الأداء بيبقى مختلف شوية عن المستوى الدولي أو منتخب مصر سمعت تصريح من يومين قبل البطولة كده كنت أتكلم على بعد ما شفت بتابعت يعني منتخب مصر في بطولة كاسا العرب وده مرتبط الحقيقة بسنين اللي فاتت ومستوى المنتخب الوطني كنت قلت مرة كابتن عشرف أنه الروح يعني قلت أنه الإنجازات اللي حققتها الكرة المصرية عبل كده وصول كاس عالم مع كابتن جوهري أو حتى مع هاكتور كوبر بطولات أفريقيا اللي حققانها 98 و86 والثلاثية طبعا بتاعت كابتن حسن شاحتك كات الروح بتاعت المنتخب عامل فارق جدا جدا في تحقيق الإنجازات دي ده صحيح وقلت أنه جزء كبير من تراجع مستوى المنتخب لأنه الروح مش موجود فكت مرة ترحت كده قلت روح الفانيلا الحمر روح النادي الأهلي لو موجودة في المنتخب أو لو الأهلي بيلعب باسم مصر أنا هشوف منتخب بشكل تاني وناس كتير على فكرة هجمتني على الكلام ده ومكتش أقصد بيها أن أنا أتحايز نادي الأهلي بقدم ما أقصد أنا غيران بجد على منتخب مصر تصريح السليمي النجم منتخب تونس إنه حط محمد صلاح مع النادي الأهلي وخليهم يلعبوا باسم منتخب مصر هتشوفوا منتخب مصر شكل تاني خالص شوفتوا إزاي وقاريتوا إزاي أنا متفق تماما معاك لأسباب وهقولها ليه لو فاكر وقت ما كان موجود كابتن جوهري وثلاث بطولات مع كابتن حسن شحيتا التشكيل أو نسبة 70-80% من تشكيل منتخب مصر كان لعيب النادي الأهلي نظبوط؟ ناس فاكرة؟ أعتقد الناس فاكرة كويس قوي بيفرق في حاجات كثيرة جدا أولا الناس ترابط في النادي الأهلي مش أكلم برضه ومش تحيز له نادي الأهلي ولكن كل اللاعبين حتى اللي بينضعوا مجداد للنادي الأهلي خلاص روح البطولة بتبقى موجودة دي نقطة مهمة جدا جدا الانسجام اللي موجود بيفرق كثير جدا جدا في التعامل مع المباراة حتى المباراة كبيرة مباراة كبيرة بيفرق كثير قوي الخبرات فيها والانسجام اللي موجود مع اللاعبين عشان كده بقولك أنه وقت ما كان موجود كبير حسن شحاته والثلاث بطولات دول اللي فرق بنسبة 80-90% في تحقيق البطولات دي لمنتخب مصر هو عناصر اللاعبين أو العناصر اللي كانت موجودة لنادي الأهلي فبالتأكيد كلامك وتصريحك سليم جدا وشايف أنه دايما الروح أو الروح القتالية داخل ملعب بتفرج كتير جدا مش بس على مستوى الأداء على مستوى النتائج لأنه أنت ممكن تبقى بتأدي سيء ولكن النتيجة بالروح القتالية العالي اللي موجودة داخل دي ممكن ما تخسرش وممكن تتعادل ممكن توصل في مباراة أنك تكسب أو تفوز رغم أن أداءك سيء ولكن الروح دي بتفرج كتير جدا شوفنا مباراة كتير للنادي الأهلي الأداء فيها مش على القدر المطلوب ولكن بتحقق النتيجة المطلوبة من الروح القتالية الموجودة دي